يعني الآن الكائن الإسرائيلي يعيش تحت وطء التهجير كل المستوطنات القائمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية إلى عمق ليس قليل عندما يزيد عن 100 إلى 150 ألف مهجرين خارج منازلهم إذن تهت الحرب هناك احتمال كبير أن تدخل إسرائيل حرب في جنوب لبنان يبقى احتمال الحرب في لبنان قائم حتى لو توقفت الحرب في غزة إسرائيل منهك اليوم من جبهة غزة لوحدها جيشها جيش لم يعد هو ذلك الجيش لا من ناحية المعنوية ولا من ناحية التسليح هو أعلن خلال الحرب عن جبهة مساندة غزة طلقها حزب الله وبعض الأقلام والإعلام يحكي أن هناك تحالفاً ما بين قوات الفجر وبين حزب الله هل يمكن توصيفه باعتباره تحالف؟ السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ونقاش حول قوات الفجر على الجبهة اللبنانية ونقاش أيضاً حول الجبهة اللبنانية وحزب الله وهل يمكن أن تتوسع الحرب في الجبهة اللبنانية التي تتحول إلى حرب واسعة وحرب أشمل؟ هذا النقاش مع ضيفه الدكتور عزام الأيوبي الأمين العام لمنتدى العدالة والديمقراطية والأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان أتمنى لكم متابعة مفيدة أهلاً وسهلاً دكتور عزام أهلاً وسهلاً بكم يمكن في أول حلقة أحب أسأل سؤال الافتتاحي كيف تطورت جبهة لبنان من 7 أكتوبر حتى الآن طبعاً من اليوم التالي للحرب في غزة فتحت الجبهة في لبنان وتطور الأمر بداية من مناوشات بسيطة تباعاً بحسب طبيعة الرد الإسرائيلي وبحسب طبيعة الجبهة والأهداف التي كانت يتم استهدافها وتحديدها من قبل الكيان الإسرائيلي فشهدت الأمور تصاعد متدرج وصل اليوم إلى حد أن بعض الأهداف تقصف على بعد أكثر من 200 كم من الحدود اللبنانية الفلسطينية واضح أن الأمر مازال حتى هذه اللحظة يخضع لخطوط حمراء ولضوابط معينة لكن هذه الضوابط فينا نقول أنها متحركة بحسب ما يتم القيام به من القوات المسلحة على الضفتين يعني نحن في لبنان عندما يتم استهداف قيادات ذات مواقع حساسة يتم رد أعلى من النمط الذي كان سائدا قبل ذلك نفس الأمر يمارسه الكيان الإسرائيلي فهو يعتبر أن بعض الإصابات التي تحدثها المقاومة اللبنانية في الكيان سواء عسكريا أو حتى في التأثيرات المدنية تدفعه إلى أيضا أن يقوم برد أقوى بالتالي هذه هي الحالة السائدة منذ الثامن من أكتوبر وحتى اليوم هو يمكن من اسم برز بعد الحرب وبعد ما تطورت الجبهة في جنوب لبنان قوات الفجر اللي هي يعتبر الجناح والذراع العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان ما تتأسس هذا الجناح يعني لو تعطينا أيضا؟ أنا من ناحية التسمية أحب أن أسميه هو المقاومة يعني هي الجناح المقاوم في لبنان وهو فعليا تأسس على هذه القاعدة هو تأسس مع الاحتلال الإسرائيلي أو الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 82 تحديدا نشأ وتطور وبقي يعمل في الساحة الجنوبية اللبنانية في مواجهة الكائن الإسرائيلي طيلة فترة الاحتلال تحديدا حتى التحرير في العام 2000 ثم بعد ذلك بقي في حالة جاهزية إلى حين وجود ما يستدعي وقد حصل ذلك في العام 2006 أثناء الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان وحدث الآن ما نحن بصدد الحديث عنه عند اشتعال الجبهة الجنوبية في لبنان على أثر أحداث غزة نحن عندنا الآن حزب الله وفي عندنا قوات الفقر ما هي شكل وطبيعة العلاقة ما بين تنظيم قوات الفقر وما بين حزب الله علاقة بنيوية لا يوجد علاقة بنيوية حزب الله تنظيم مستقل له قيادته وهيكاليته وغرف عملياته وقوات الفجر هي أيضا كما سبق وذكرت لحضرتك هي كيان مستقل ليست عبارة عن جيش متفرق بشكل دائم وإنما هم من بعد العام 2000 عبارة عن شباب مؤهلين للقيام بعمليات مقاومة للكيان الإسرائيلي ليسوا تحت السلاح نهائيا وإنما عندما يحدث أي اعتداء ينزلون إلى الميدان بالتالي أنت ما فيك تقول أنه في عندهم هيكل عسكري دائم غرف عمليات دائمة العلاقة بين الفريقين الآن هي بحكم الأمر الواقع لابد أن يكون هناك نوع من التنسيق لأنه أنت تتحرك على جبهة من جهة الكيان الإسرائيلي يستهدف من فيها يعني لو تحرك طرف بدي أفترض مثلا من قوات الفجر دون علم الطرف الآخر الذي يتحرك قد يتسبب بأذله بالتالي في أمور يتم تنسيقها ما بين الطرفين فيما يتعلق بالعمل الميداني وهذه قضية لابد منها لكن كعلاقة بنيوية لا يوجد علاقة في هذا الاتجاه طيب فهو تأسس التنظيم عام 82 واستمر حتى عام 2000 بسبب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان استمر دون انقطاع حتى العام 2000 ثم يعني كأنه تفكك أو يعني خلاص لم يعد له وجود حتى 2006 لم يتفكك لكن لم يعد هناك عمل ميداني على الأرض يحتاج أن يكون شهدت الجبهة اللبنانية الفلسطينية هدوء خلال هذه الفترة لكن بقي بطبيعة الحال في أعمال رقابة وفي أعمال إذا بدك تأهيل واستعداد ليس أكثر هذا أمر بطبيعة الحال طالما أنت متبني للعمل المقاوم فبطبيعة الحال لابد أن تعطي هذا العمل ما يستحقه لكن تغيرت طبيعة الأداء لم يعد هناك استنفار دائم لم يعد هناك أناس متفرغين للعمل العسكري بقيت فقط عملية التأهيل والاستعداد طالما أنه أصلا نحن نعتبر أن هناك جزء من الأراضي اللبنانية ما زالت محتلة وممكن بأي لحظة أن يحدث شيء وبالتالي لابد أن تكون مستعد من الألفين وحتى الآن هذه هي الصيغة المعتبدة لدينا الشباب يخضعون لتأهيل عسكري بكل ما يلزم وكما سبق وذكرت لحضرتك 2006 كانوا مستعدين وشاركوا واليوم كانوا مستعدين وشاركوا فهو 1982-2006 ثم 2023 مع طفان الأقصى طيب إحنا الآن تسع شهور من بداية الحرب حتى الآن كيف كان رد فعل قوات الفجر أو يعني من البداية حتى الآن هل تغيرت أو تطورت ردة الفاعل وصلت إلى أعلى مستوياتها الآن أم كانت سابقا في مستويات أعلى؟ هذا يخضع بصراحة لعدة عوامل أبرزها طبيعة سخونة الجبهة والسقوف المتاحة يعني حتى نكون واقعيين في سقف وهذا السقف نحن نمارس العمل ضمن هذا الإطار والنقطة الثانية المهمة هي بحسب القدرات المتاحة اليوم أنا لا أستطيع أن أدعي أن قدرات قوات الفجر هي قدرات مفتوحة كما هي عند حزب الله كما هي عند حماس لا الجماعة الإسلامية قدراتها أقل من هذا الإطار لكننا عندما نقوم بواجبنا فيما يتعلق بمواجهة احتلال نقوم بكل ما نستطيع ضمن هذه القدرات فنحن قدراتنا إلى حد ما يعني قياسا على القوى الأخرى الأساسية لا هي قدرات أقل بكثير طبيعة العمليات التي نقوم بها تقضع لهذا العامل من ناحية وتقضع أيضا لعامل أنه يكون فيها عمل نوعي إضافي يعني مش أنه مجرد إطلاق نار من أجل إطلاق النار فلذلك الإخوة المولاجين بالقيام بهذه العمليات يحددون من خلال الرصد يعني الحصول على معلومات استخبارية أو أمنية يحددون أهداف ممكن أن تحدث فارق نوعي ويؤدون العمل بما تتطلبه هذه الأهداف طيب هو أعلن خلال الحرب يعني عن جبهة مساندة غزة طلقها حزب الله وبعض الأقلام ويعني الإعلام يحكي أن هناك تحالفا ما بين قوات الفجر وبين حزب الله هل يمكن توصيفه باعتباره تحالف؟ هو تقاطع في الأهداف نفس الهدف الذي حدده حزب الله موجود عندنا وبالتالي هذا لا يحتاج إلى حلف بمعنى الحلف وإنما نحن وهم في خندق واحد وأهدافنا أهداف واحدة يعني نحن من أهدافنا مواجهة الكيان الإسرائيلي المحتل جزء من أرضنا هم عندهم نفس الهدف نحن لدينا هدف التخفيف عن غزة بما نستطيع وإسنادهم حزب الله عنده نفس الهدف بالتالي نحن إلانا نحمل نفس الأهداف ونقوم بنفس العمل كل ضمن قدرته واستطاعته وهذا البعض بيوصفه بتحالف أنا أوصفه بأننا نعمل ضمن أهداف مشترك هذا هو التوصيف الذي أنا أرى أنه واقعي أكثر فإذن هو ليس التحالف كيف هي علاقة الجماعة الإسلامية بحزب الله وأيضا لو نرجع لجذور نشأة الجماعة الإسلامية وعلاقتها بحزب الله بطبيعة الحال الجماعة الإسلامية عملها بمسارات مختلفة وتقاطعاتها مع حزب الله ليست محصورة في عملية المقاومة حزب الله موجودة في عفوا الجماعة الإسلامية موجودة في لبنان منذ الخمسينيات من القرن الماضي حزب الله تأسيسه كان بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 82 العلاقة بين الجماعة وحزب الله بدأت منذ بدايات الحزب لأن نشأة الحزب أصلا جاءت ضمن السياق الذي تعمل فيه الجماعة وحتى في بدايات حزب الله كان حزب الله يستعين بنا كانت قوتنا أسبق من قوته ولم يكن بعد قد نشأت قوتنا معيش التوضيح أكثر يعني إزاي إنشاء حزب الله جاء في نفس الإطار بمعنى أن حزب الله أنشئ تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي نشأته كانت بالكامل كقوة مقاومة ونحن كنا قبل ذلك قد بدأنا عمل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن هنا أنا قلت أنه كان حزب الله يستعين بوجودنا في أكثر من ميدان كان لدينا معسكرات وكان لم يبدأ بإنشاء معسكرات بعد أكثر من نقطة يعني استدعت أن يكون هناك تعاون وبالتالي علاقتنا بدأت من البداية علاقة جيدة لوحدة المسار الذي كان قائما واستمرت هذه العلاقة لفترات طويلة عملنا سويا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ميدانيا من العام 82 إلى مرحلة التحرير في العام 2000 بالتالي هذه علاقة وثيقة وقوية جدا وطبعا رافقها بعد ذلك تعاون في المجال السياسي وفي غيره من الميادين هذه طبيعة العلاقة الأساسية بيننا وبين الحزب لاحقا مع تطور الأمور ودخول معتركات أخرى وخاصة في الميدان السياسي بداية اللبناني ثم بعد ذلك في أحداث إقليمية بدأت تحدث ملفات أو تنشأ ملفات فيها اختلاف وصل جزء منها إلى حد الافتراق تحديدا في الحدث الذي جرى في السابع من أيار 2008 في لبنان ودخول حزب الله إلى بيروت بالسلاح كان هذا موقف قاسي جدا الجماعة لم تتقبلوا بأي طريقة لأنها اعتبرت أنه نوع من انحراف سلاح أسس من أجل أن يواجه العدو الإسرائيلي تم استخدامه في الداخل اللبناني حزب الله يبرر هذا الأمر بأمور نحن لم نتقبل هذه التبريرات واعتبرنا أنها خطيئة لكن هذا لم يوصل العلاقة بين الجماعة وحزب الله إلى القطيعة الكاملة الافتراق الأساسي الكبير كان بعد ثورة في سوريا وانخراط حزب الله فيها والممارسات التي جرت من جهات متعددة بطريقة طائفية بممارسات مذهبية كان واضح أن هذا الأمر لا يمكن بحال من الأحوال أن نتقبل نحن كفريق والبيئة التي تعتبر بيئتنا الحاضنة في الساحة اللبنانية كان يستحيل أن تتقبل مثل هذا الأمر فهذه المرحلة التي حدث فيها افتراق وقطيعة تقريبا كاملة امتدت حسب ما أذكر من العام تقريبا 2012 إلى العام 2014 أو 2015 يعني حوالي ثلاث سنتين أو ثلاث سنوات كان في قطيعة كاملة لاحقا استدعى الأمر إعادة النظر في طبيعة هذا إذا بدك الاشتباك أو الانقطاع بمحاولة فصل المسارات ما بين خارج لبنان وداخل لبنان خوفا من أن ينتقل المشهد السوري إلى الساحة اللبنانية وخاصة مع مجيء يعني إدارة أمريكية كانت ترغب في تسعير إذا بدك الصراع المذهبي في المنطقة سني شيعي وطبيعة الأوضاع في المنطقة يعني خصبة لمثل هذا الأمر فكان في الجماعة عملية إعادة تقييم للموضوع خاصة كمان رفقه أمر آخر اللي هو صعود الخطاب أو الممارسة الإسلامية اللي هي تحت المسمى الإسلامي المتطرف يعني داعش على وجه التحديد فهذه كلها كان تستدعي إعادة النظر في طبيعة المشاكل القائمة وكيفية الحيلولة دون امتدادها إلى الساحة اللبنانية التي كانت كما ذكرت مؤهلة لهذا الأمر الآن العلاقة بيننا وبين حزب الله قائمة العلاقة عدت من 2015-16 تقريبا بدأ حوار مع حزب الله لاحقا يعني استعيدت العلاقة بطريقة أو بأخرى دون أن يعني هذا أننا عدنا إلى سابق عهدنا الذهبي اللي هو كان فيه توافق تقريبا شبه كامل في الملفة طبيعي لكن على الأقل الآن الأحداث الأخيرة جعلت أن الأولوية القائمة هي في الملف المشترك والملفات اللي فيها اختلاف سواء في السياسة الداخلية اللبنانية أو في السياسة الأقليمية أصبحت مرجأة وهي يعني على الأقل تراجعت إلى أولويات أقل وبالتالي ما يظهر الآن هو أن الالتقاء ما بين الجماعة والحزب هي في صورة تقريبا يعني إيجابية ذكرت منذ قليل مصطلح فصل الوضع المحلي عن الوضع الإقليمي في علاقتكم مع حزب الله إزاي يعني كيف تم هذا الفصل في الرؤية التعامل معصد يعني بمعنى أننا ليس من المناسب أن نتعامل على قاعدة العلاقة في ملف في كل الملفات أن نسحبها على سائر الملفات على سبيل المثال سوريا سوريا مثلا اختلفنا وما زلنا مختلفين حتى الآن نحن لم نغير نظرطنا إلى الممارسة التي جرت في سوريا من سلبية إلى إيجابية لكن نحن وجدنا أن هذا الملف لو بقي هو الذي يحدد طبيعة العلاقة والمسارات بشكل كامل في كل المسارات الأخرى هذا قد ينعكس على الساحة اللبنانية على وجه التحديد بما لا نريده نحن ولا يريده حزب الله بالتالي لسنا يعني مضطرين لتطبيق هذه القاعدة مع وجود سعة في إمكانية الفصل بين المسارات هذا هو التفسير العملي العبارة طيب الآن أنا أعود للسياسة اللبنانية حاليا هناك حرب في لبنان ليس مجرد اشتباك هناك حرب درجة معينة من درجات الحرب ما هي التفاهمات أو ما هي مواقف القوى السياسية اللبنانية خصوصا أن الجهة المشتبكة في هذه الحرب اللي هو حزب الله يأخذ قراره بشكل مستقل عن هذه القوى يعني هو ليس قرار عليه إجماع مثلا وطني أو سياسي معين داخل لبنان إنما هو يأخذ قراره بشكل منفصل ما هي التفاهمات أو المواقف لدى هذه القوى السياسية في السياق التاريخي موضوع المقاومة لم يكن في يوم من الأيام محل إجماع كامل في الساحة اللبنانية لكن كان في بعض الأماكن موضوع انقسام حاد وهذا فينا نرجع فيه تاريخيا إلى ما قبيل الحرب الأهلية اللبنانية بين العام 1975 و 1989 وفي خلال طبعا هذه الحرب واللي كان السمى البارز فيه السلاح الفلسطيني في لبنان الذي كان مغطى بقرارات رسمية من الجامعة العربية والذي أعطى لمنظمة التحرير الفلسطينية حق التحرك في لبنان والانتوار من لبنان وحيازت أسلحة بمستويات مفتوحة وعالية جدا بطبيعة الحال لأنها أصلا موجود مخيمات في الساحة اللبنانية وما بين جبهة مسيحية أخذت هذه الصفة يمينية كانت ضد هذا الأمر وارتقى فيها المستوى إلى أن تصبح حليفة لإسرائيل نفسها وكانت تتلقى تدريبات وتسليح وتمويل من الإسرائيليين مباشرة وهذا ليس أمرا خافيا هذا أمر معلن ومعروف طبعا الفريق المسيحي يبرر بأنه لجأ إلى هذا الأمر حتى يدافع عن نفسه لكنه أمر قائم وليس غير معروف لاحقا منظمة التحرير خرجت من لبنان اتباعا بعد الاجتياح الإسرائيلي أول مرحلة في العام 82 خرجت من بيروت ثم في أواخر العام 83 خرجت حتى من شمال لبنان ما بقي ويومها أبو عمار رحمه الله خرج إلى تونس ومجموعة كبيرة من المسلحين لكن هذا الخروج لم يغير في المشهد المقاومة كانت قد بدأت والمقاومة بجزء كبير منها كانت ما بين فريق لبناني منه حزب الله منه نحن كجماعة إسلامية قوات الفجر ومنه مجموعات أخرى يسارية حزب قومي حزب شيوعي وغيرها من المكونات اللبنانية وفي المواجهة كان إما مجموعات التحقت بالكيان الإسرائيلي مباشرة كجيش لحد الذي كان جزء من الجيش اللبناني ومنه بعض القوى الأخرى اللي هي أحزاب لبنانية يمينية كانت تقاتل كما سبق وذكرت ضمن الانقسام اللبناني فبالتالي المقاومة لم تكن محل إجماع في تلك الفترة ثم بعد ذلك المرحلة التالية هي مرحلة ما بعد اتفاق الطائف وتشكيل الحكومات اللبنانية التي جاءت في سنة تسعين تسع وتمانين فعليا تسعين تم تطبيقه في الساحة اللبنانية وبدأت الحكومات تأتي على هذا المنوال المقاومة استمرت هناك فريق من الساحة اللبنانية لم يقبل بهذه المقاومة وقال أن اتفاق الطائف نص على حل الميليشيات النص جاء في لكن الفريق الآخر كان يرى أن القرار يشمل الميليشيات ولا يشمل مقاومة ولبنان محتل يعني كان هناك اختلاف على تفسير المصطلح المقاومة ليست ميليشيات فهي حتى في تلك الفترة لم يكن هناك إجماع على موضوع بقاء سلاح حزب الله على وجه التحديد أو بين قوسين سلاح مقاومة فبالتالي لم يكن موضوع فعليا المقاومة محل إجماع فلذلك عندما نطالب اليوم بإجماع طيب كل المرحلة السابقة لا يوجد فيها إجماع ثم جاء الانقسام مجددا ليشتد مع عدوان إسرائيل في تموز 2006 الذي يرى جزء من اللبنانيين أنه جرى نتيجة قيام حزب الله بخطف جنود إسرائيليين ثم ردت الفعل الإسرائيلية بمحاولة الاجتياح للبنان مجددا إذن أيضا نحن أمام مجهد يعيد تكريس الانقسام على سلاح المقاومة ثم كل الفترة الممتدة من ذلك التاريخ وحتى اليوم أيضا استعرت قضية الموضوع في الحديث عن السلاح خاصة بعد الحادثة التي سبق وذكرتها لك في السابع من أيار 2008 عندما استخدم هذا السلاح في الداخل اللبناني هنا قوي صوت الفريق المعارض للمقاومة أصلا أن هذا السلاح ثبت بما لا يقبل الشك أنه سلاح يستخدم في تغيير المعادلة السياسية اللبنانية الداخلية وفي حقيقة الأمر أن هذا الجزء وليس هو كل أوصيف السلاح نحن بنظرنا نعم حزب الله أخطأ في السابع من أيار لأنه حول وجهة السلاح من مواجهة العدو إلى ساحة داخلية بغض النظر عن المبررات التي قدمها هو في ذلك الوقت لكن هذا نعتبره انحراف لكن هذا لا يشكل كل النظر إلى السلاح يبقى هذا السلاح بجزء آخر منه هو سلاح مقاومة وكنا قد دعونا الجميع إلى التوافق على استراتيجية دفاعية بحث لاحقا فيها على طاولات حوار متعددة في الساحة اللبنانية لم يصل الأفريقاء إلى صيغة محددة وبالتالي بقي موضوع المقاومة محل ليس إجمع وإنما محل قبول من قليني أقول أغلبية ولما بقول أغلبية بذليل أن الحكومات المتعاقبة كانت تنص في بياناتها الوزارية التي تقدمها لمجلس النواب وتأخذ الثقة على أساسها تنص على حق الشعب اللبناني في المقاومة وبالتالي سلاح المقاومة بأغلبية نواب المجلس النيابي اللبناني هي مغطات لأنه كانوا يجيزوا هذه البيانات وبالتالي هناك أغلبية تغطي هذا السلاح وهناك فريق معارض لهذا السلاح فبالتالي نحن لا نستطيع أن نتحدث عن أن هذا السلاح اليوم عليه انقسام أنا أقول كل الفترة الماضية في عليه انقسام قبل ما نكمل للفترة الحالية سبع أيار 2008 كانت لحظة محورية لأنه حصل أنه جيش سلاح حزب الله وجه للداخل اللبناني لو ممكن تعطينا سياق سبع أيار 2008 سبع أيار 2008 سبقه قرار في أو بصراحة لأنه أنا مش مستحدة لديه قرار حكومة أو هو قرار وزير اتصالات فيما يتعلق بشبكة الاتصالات الأرضية الخاصة بحزب الله كان هناك قرار بإلغاء هذه الشبكة حزب الله لا يعتمد على الاتصالات العادية المفتوحة فيما يتعلق بقيادته شبكته للمقاومة ولأعماله فعنده شبكة اتصالات خاصة ممددة في الأرض مثل الشبكة اللي موجودة لعموم الناس عنده شبكة موازية هو يقول أن هذه جزء يعني إذا أنت سمحت لي بالمقاومة فطبيعي أنه أدوات المقاومة يفترض أن تكون مجازة ما فيك تقول لي أنت مجاز بالمقاومة ثم إذا معك بندقية أو سلاح فهذا ممنوع طيب مثلما السلاح مسموح يفترض أنه في شيء اسمه اتصالات وقيادة وسيطرة وما إلى ذلك فهذا القرار اعتبر حزب الله أنه ضرب للمقاومة وقرر أنه سيدافع عنه ولو بالسلاح عندما لم تتراجع الحكومة أو الوزير المختص عن هذا القرار أخذ حزب الله قراره واشتاح شوارع بيروت بمسلحين وحتى سقط شهداء من الناس عموما نتيجة مواجهات بسيطة حدثت لأنه ما في فريق آخر يواجهه بصراحة واشتاح المناطق وحدث اشتباك بينه وبين يمكن أحيانا أناس عاديين فهذا الحدث غير المعادلة اللبنانية كلها وبقيت بيروت محتلة من قبل هؤلاء المسلحين لعدة أيام ولم يفض هذا الاشتباك وتنتهي مفاعله إلا باتفاق الدوحة في العام 2008 أوكي فنعود للوضع الحالي كنت أسأل عن التفاهمات والمواقف القوى السياسية اللبنانية إذا الحرب الحالية في لبنان هل هناك تفاهمات معينة أو حدود معينة للتفاهم وما هي مواقف أبرز القوى السياسية ما يطغى على مواقف القوى السياسية اليوم تجاه أحداث غزة أو تحديدا تداعيتها على الجبهة اللبنانية الفلسطينية بصراحة هو إنعكاس لطبيعة الانقسام السياسي اللبناني القائم قبل أحداث غزة يعني نحن نعيش أزمة سياسية لبنانية منذ تقريبا سنة وتسعة أشهر أو هي أكثر من سنة وتسعة أشهر لكن سنة وتسعة أشهر في فراغ في موقع الرئاسة اللبنانية الأولى لا يوجد رئيس جمهورية منذ سنة وتسعة أشهر وهذا نتيجة انقسام فهذا الانقسام اليوم يتجلى في المواقف مما يجري بالتالي أنا أقول في عندي جزء هو أصلا في حلف مع حزب الله سياسيا تقصد تيار الوطني سياسيا مش بس تيار الوطني ريق عريض حزب الله حقق أغلبية نيابية تقريبا في الانتخابات الأخيرة أو ما قبل الأخيرة الانتخابات الأخيرة تراجع هو وحلفاءه بعدد النواب في البرلمان لكن بقي هو يحوز القسم الأكبر منه بدون أغلبية واضحة فأنت في عندك فريق أصلا يؤيد حزب الله بكل ما يقوم به وعندك فريق آخر يعارض حزب الله بشكل مطلق وجاءت هذه الأحداث ليعتبرها فرصة للتأكيد على أن موقفه من حزب الله هو موقف وطني لأن حزب الله يعرض لبنان لتبعات وأثمان عالية جدا لبنان في غين عنها يعني إقحام حزب الله للبنان في معركة مع إسرائيل قد تتوسع ويدفع اللبنانيون ثمنها برأيي هذا الفريق أنه هذا نموزج مما نعارضه نحن وما ندعو إليه من أجل كف يد حزب الله عن التحكم بالمسار اللبناني وعندك جزء لم يكن مع حزب الله في السياسة الداخلية اللبنانية ونحن قد نكون أقرب إلى هذا المشهد لكننا مع وجزء من هؤلاء مع ما يقوم به حزب الله من مواجهة للعدو الإسرائيلي وفي عندك أكثر من فريق يعني يعتبر مشابه لهذا الموقف مثل مثلا كتلة وليد سابقا كان وليد جنبلاط وهو ما يزال الزعيم يعني الروحي لكن الآن بإدارة أو برئاسة ابنه تيمور وفي أكثر من فريق يعني في مجموعة ليست بالكامل مع هذا الطرف لكنها فيما يتعلق بالموضوع المواجهة مع إسرائيل هي الآن مؤيدة هذه هي التقسيمة اللبنانية لا يوجد أغلبية معارضة لأنه إذا بدنا نحسب فعليا لا مازال القسم الأكبر يؤيد ما يجري من عمل مقاومة والذين يعارضون العمل المقاوم هم أقلية وليسوا أغلبية هم ليسوا يعني كثير أقلية لكنهم أقل من الفريق الآخر الذي يعيد بشكل واضح وصريح طبعا عندنا حزب الله هو رأس المقاومة طبعا في جنوب لبنان في لبنان وفي عندنا قوات فجر هل في هناك أي فصائل أو قوات أخرى من فصائل أخرى خلال التسعة أشهر الماضية هناك أكثر من فريق نعم أعلن أنه مشارك يعني في عندك حركة أمل اللي رئيسهم رئيس البرلمان الرئيس نبيه بري أعلنوا عن مشاركتهم في العمل المقاوم أيضا في قوى فلسطينية حماس وحركة الجهاد أيضا أعلنوا عن القيام بمواجهات مع الكائن الإسرائيلي فالقضية ليست محصورة بقوات الفجر وحزب الله لكن أبرز فريقين إذا بدك منخرطين أصلا في السياسة اللبنانية وقدموا عدد من الشهداء واضح يعني انخراطهم انخراط مفتوح وليس بحالات بسيطة طيب الآن ماذا لو وصلت المقاومة في غزة لصفق التهديئة أو حتى انتهت الحرب برأيك ما هو الأفق أمام لبنان بتقديري بعدما حدث على الجبهة اللبنانية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل الأمر لم يعد مرتبط ارتباط كامل بالتهديئة في غزة بمعنى أنه لو حدث الآن مثلا تهديئة في غزة حزب الله أعلن أنه إحنا ممكن أن نوقف النار إذا وقفت النار في غزة لكن تقديري الشخصي أن الكيان الإسرائيلي لن يقبل الكيان الإسرائيلي أصيب بأكثر من من ناحية بعملية إشعال الجبهة اللبنانية الفلسطينية يعني الآن الكيان الإسرائيلي يعيش تحت وطء التهجير كل المستوطنات القائمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية إلى عمق ليس قليل يعني عنده عنده ما يزيد عن مئة إلى مئة وخمسين ألف مهجرين خارج منازلهم هؤلاء مش بس مجرد تهجير وأنه ممكن إذا اليوم وقفت الحرب بيرجعوا لا هؤلاء أصبح في وضع نفسي عندهم أنه معناها كل ما تكرر الأمر ممكن أنه حزب الله يرجع يهجرنا فهم أمام الحكومة الإسرائيلية سيطالبون بما يضمن لهم أمنهم بعد ما جرى بالتالي هم سيدغطون والحكومة الإسرائيلية أصلا تعيش تحت هذه الوطأ أنها تحتاج إلى اتفاق جديد يلزم حزب الله بقواعد اشتباك جديدة بتقطيري لن تقبل إسرائيل بسهولة أن تهدأ الجبهة اللبنانية الفلسطينية دون الوصول إلى اتفاق جديد وقواعد اشتباك جديدة هل هذا بمقدور الكائن الإسرائيلي؟ ليس بالضرورة ضمن الظروف القائمة الآن هذا ليس بمقدورهم لذلك قد تغامر إسرائيل بحرب على الجبهة اللبنانية وهذا هو الأرجح من أجل أن تحاول فرض مثل هذه المعادلة فهل هذا سيحدث أم أن الأحداث الأخرى ستكون كابحة لجماح الإسرائيلية عن القيام بمثل هذه المغامرة لا أحد يستطيع ضمان شيء خاصة أنك أمام حكومة إسرائيلية لا تتصرف بعقل بمقدار ما تتصرف بتهور وردات فعل ناجمة عن حسابات ليست حسابات حقيقية ومنطقية وسياسية وإنما هذه حسابات لها اعتبارات وقواعد مختلفة لذلك أنا أقول أن القضية ليست مرتبطة ما بين الجبهتين على الأقل من الطرف الإسرائيلي إضافة إلى أن ما حملته إسرائيل من تكاليف قد غالبا سيدفعها إلى أن تحاول المغامرة أو الضغط على الجانب اللبناني من أجل فرض شروط جديدة من ناحية بتعكس نوع من الإطمئنان عند سكانها في هذه المناطق وبالناحية تحاول أن تسترجع جزء مما فقدته من قوة الردع التي كانت تظن أنها تملكها إذا قامت إذا انتهت الحرب هناك احتمال كبير أن تدخل إسرائيل حرب في جنوب لبنان يبقى احتمال الحرب في لبنان قائم حتى لو توقفت الحرب في غزة قبل 7 أكتوبر كان لبنان وصل لتفاهمات بخصوص ترسيم الحدود البحرية وحقول الغز ما هو مستقبل هذه التفاهمات الآن؟ هذه التفاهمات كان لها يعني من الواضح كان لها ظروفها لو رجعنا إلى إلى الوقت الذي جرت فيه لبنان كان يعاني من يعني عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية التي بدأت في العام 2019 علما أنه بدء الحوار حول ترسيم هذه الحدود بدء قبل ذلك بما يزيد عن 9 سنوات يعني هي 2010-2011 بدء الحديث والحوار حول ترسيم الحدود ثم توقف على ما أظن إما بال2012 أو 2013 توقف بشكل كامل ثم أعيد تحريكه في فترة الأزمة البلايات المتحدة كانت في ذلك الوقت تحاول أن تستسمر نقاط الضعف التي يعيشها لبنان من أجل الحصول على قرار ترسيم بنظر أمريكا وإسرائيل يحقق مصلحة الإسرائيليين ما جرى أصلا في هذا الترسيم ما زال جزء من اللبنانيين يعتبرون أن لبنان قدم تنازلات فيه بغض النظر الآن ما هو ما هو مصير هذه التفاهمات ليس بالضرورة أن يحدث فيها تراجع لكن إذا ما فتحت الحرب أصلا بشكل كبير كل شيء يمكن أن يتغير لأن الأمور ستصبح رهن بما ستنتهي عليه هذه الحرب لأن حتما إذا فتحت الحدود لن يعود هذا الخط خط آمن ولا يمكن أن تقبل المقاومة اللبنانية أن يكون عمل الشركات في حقول النفط والغاز هذه يعمل بشكل طبيعي حكما هذه من الأمور التي ينبغي أن تتوقف أنت بدك تدرب مصالح العدو وهذه أحد أهم مصالح العدو لذلك أنا أقول ليس بالضرورة أن يتم تغيير هذا الأمر لكن أيضا ممكن أن يكون هذا جزء من تغيير كبير في المشهد وهذا رهن بما يمكن أن تقول إليه الأمور في حال فتحت الحرب بشكل كامل قبل 7 أكتوبر كان في قواعد اشتباك يعني معروفة للطرفين في جبهة لبنان أقصد ولكن بعد 7 أكتوبر زي ما حكيت يعني أنه هناك مستوطنين إسرائيليين رحلوا يعني خلاص أصبحت الجبهة مشتعلة هل يمكن العودة لقواعد الاشتباك ما قبل 7 أكتوبر أنا أظن أن هذا الأمر غير واقع يعني هناك من يطالب بهذا الأمر وللأسف بعض القوى اللبنانية انطلاقاً مما تقول أنه مصلحة لبنان تقول لابد من إعادة تطبيق القرار 17-01 ما هو القرار 17-01؟ هذا القرار الذي انتهت على أساس الحرب في العام 2006 والذي قضى بأن تكون المنطقة من الحدود اللبنانية الفلسطينية إلى حدود نهر الليطاني الجنوب منطقة خالية من الأسلحة الثقيلة بالنسبة للمقاومة وهذه المنطقة تشرف عليها أو تراقبها قوة من الجيش اللبناني وقوة مماثلة من اليونيفل التابعة للأمم المتحدة قوات حفظ السلام حوالي 15 ألف من القوات الدولية وتعدية الجنسيات ومثلهم من الجيش اللبناني يشرفون على هذه المنطقة لكن بالرغم من وجود هذه القوة منذ العام 2006 وحتى اليوم حجم الخروقات التي تجري يوميا لا تحصل برا وبحرا وجوا لكن على الأقل بالرغم من هذه الخروقات إلا أن الخطوط الحمر كانت تقريبا واضحة وفيها التزام إلى حد بعيد تم اختراقها بفترات وجيزة لكن دون أن تسفر عن أي شيء يعني يستدعي سقوطها إلى غير رجع الآن هل يمكن العودة سبق وذكرت لحضرتك في سؤال سابق أن الكيان الإسرائيلي لن يتحمل العودة إليها من دون ثمن يعني هو قد يقبل بالعودة إليها لكن في عنده شيء معنوي فقد هو قوة الردع من ناحية والأذى الذي تحمله أبناء الكيان المستوطينين في المنطقة هؤلاء لن يستطيعوا العودة دون أن يقدم لهم الكيان أو حكومة الكيان أنه نحن حققنا لكم اتفاق جديد يلزم الطرف اللبناني بشيء معنى أنه سيحاول أنه يعطي فوقية حزب الله لن يقبل بهذا الأمر بهذه السهولة لذلك أنا أقول يمكن أن تحدث فعلا حرب مفتوحة وستصبح عندها الحرب المفتوحة هي من يحدد قواعد الاشتباك مجددا عندما تنتهي أما العودة بدون أي تفاهم الطرف اللبناني أعلن أنه إذا وقفت الحرب في غزة نحن مستعدون للعودة إلى مفاعل القرار 17-01 على الطرفين إسرائيل يصعب عليها أن تتقبل هذا الأمر بهذه السهولة هذه هي القراءة التي أنا أراها منطقي منذ بداية الحرب تدرج رد فعل حزب الله أو المقاومة يعني في لبنان ويبدو أنه يعني كان القرار دائما بطبيعة الحال دخول في حرب ليس خرارا سهلا فالقرار كان عقلانيا وكان متدرجا بناء على الجهة الأخرى الجهة الإسرائيلية ولكن مؤخرا بدأت التحليلات كثيرا يعني تنتشر أكثر أنه ستتسع الحرب في لبنان نحن قدمون على حرب حرب كاملة يعني في لبنان فهل برأيك ستتسع الحرب في لبنان؟ هي القراءة هذه بصراحة مبنية على عدة عوامل منها تصريحات قادة الكيان الإسرائيلي وخاصة المتطرفين منهم هم كلهم متطرفين لكن الأكثر تطرفا تصريحات الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية تحديدا اليمين المتطرف بن كفير وسموتريتش وأمثالهم واضح أنهم يعني يسعون إلى جر الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية إلى فتح حرب مع حزب الله لمحاولة الخلاص منه نفس الصلف والعجرفة التي بدأوا بها حرب غزة أنه غزة بدرتهم بمعركة طفان الأقصى شنوا حرب مفتوحة أعلنوا فيها أنهم لن يرجعوا إلا بعد إبادة حماس وتسعة أشهر لم يجري هذا الأمر نفس المشهد هم يسعون إلى تكراره في الجبهة الشمالية هذا واضح النقطة الثانية أنه فيه إمكانية للحرب نعم فيه إمكانية للحرب الانطباع قائم على أساس أنه أصلا هذه الحرب ما بين الثامن من أكتوبر 2023 واليوم توسعت بشكل كبير جدا هي في كل يوم تتوسع يعني سابقا أول أول ما بدأت كانت تقريبا لا تتعدى عمق أربع أو خمسة كيلومتر من الحدود اليوم مصلت كما ذكرت لك في لبنان 200 كيلومتر الهرمل إسرائيل تستهدف فيها مواقع وكوادر والهرمل تبعد عن الحدود الفلسطينية حوالي 200 كيلومتر حزب الله بالمقابل وصل في عملية الاستهداف إلى حدود أيضا أعمق بكثير وصل إلى طبرية وصل إلى صفد وهو أصلا أعلن أن كل ما إسرائيل تجاوزت نحن سنزيد بالتالي حجم الاتساع وطبيعة الخسار التي يتحملها كل طرف اللي هي في ازدياد يعني إسرائيل تستهدف قيادات من الصف الأول من حزب الله بالتالي هذا لا يمكن أن حزب الله يعني يمر عنده مرور الكرام أو أمام جمهوره وأمام حرصه على المحافظة على قواعد الردع المتوازنة بين الطرفين حكما بده يضطر يزيد الجرعة التي يعني يرسلها إلى الطرف الآخر كل هذه يعني دفعت بالمحللين إلى القول أن الحرب المفتوحة يعني أصبحت قابة قوسين أو أدنى هل أنا أتوقع أنه ممكن أنا أقول بقراءتي لطبيعة العدو الإسرائيلي أنه فعلا متعجرف لدرجة أنه لن يقبل على نفسه إلا أن يذهب بهذه المغامرة لكن ما يمكن أن يحول دونها هي مقدار تماهي الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل يعني إذا أمريكا رضخت لطلبات إسرائيل فيما يتعلق بالمعونة العسكرية ميدانيا وفي التسليح وما إلى ذلك أنا أقول أن الإسرائيلي أقرب إلى فتح المعركة إذا بقيت الولايات المتحدة نتيجة قراءتها للمشهد ومصالحها في المنطقة ومصالحها في المسار الانتخابي اللي قائم عندها مجموعة أمور معقدة الولايات المتحدة اليوم إذا بقيت ممانعة لهذا الأمر بطبيعة الحال إسرائيل لن تستطيع القيام بالحرب لوحدها إسرائيل منهك اليوم من جبهة غزة لوحدها جيشها جيش لم يعد هو ذلك الجيش لا من الناحية المعنوية ولا من ناحية التسليح الكل تابع حجم ما أخذته إسرائيل من الولايات المتحدة طيلة التسعة أشهر الماضية أكثر من مرة تم تسريب معلومات أنه حتى أن الرئيس الأمريكي تجاوز الكونغرس وتجاوز بعض القواعد القائمة في موضوع توريد الأسلحة من أجل أن لا يترك إسرائيل منقطعة عن الذخيرة والسلاح بالتالي هل يستطيع جيش من هذا النوع أن يخوض معركة في جبهة أخرى وهذه الجبهة الكل يقول أنها قد تكون أكبر من جبهة غزة المعادلة المنطقية ليست كذلك لكن العجرفة الإسرائيلية وطبيعة الموجودين في الحكومة أنا أقول أنهم مستعدون لأن يجازفوا بإسرائيل من أجل أن يرضوا أنفسهم وغرورهم وما إلى ذلك لذلك نعم الحرب واردة في أي لحظة لا تحتاج إلا إلى خطأ في مكان أو ضوء أخضر أمريكي في مكان شكرا دكتور عزامل أيوبي على وجودك معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية شكرا شكرا لوصولك لنهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك جميع الحلقات متاحة على كافة منصات البودكاست شكرا لفريق العمل خلف الكواليس ألقاكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم